اشتركوا في القناة على كافة الصعود بما في ذلك قطاع السياحة والسفر والضيافة وما يحققه هذا القطاع من أمو وازدهار ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتسريع مسارات التنمية الوطنية في كل البلدين الشقيقين وفي السياق ذاته أكد تصير في خلال اللقاء أهمية الاجتماعات التي تشهدها أعمال قمة البحرين بما فيها اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية في دعم التكامل السياحي بين الدول العربية وزيادة معدلات السياحة البينية بما يرفع من مساهمة القطاع السياحي في التنمية الوطنية في هذه الدول ويعزز من التكامل الاجتماعي والثقافي والتاريخي بين شعوبها ونوهت بوجود الكثير من المجالات الرحبة لتعزيز العمل السياحي العربي المشترك بما في ذلك التعاون في مجال التسويق السياحي وجذب الاستثمارات السياحية للمنطقة العربية ومواكبة التحول الرقمي في مجال صناعة السياحة وترويجي للمواقع والمقاصد السياحية في الوطن العربي والابتكار السياحي ترجمة نانسي قنقر